بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي مجددا في تكملة دروس مادة الرياضيات سوف أقوم بتقديم الدرس معكم الأستاذ إبراهيم العواجي ويرافقني في لغة الإشارة للأستاذ نسري النصار اليوم بإذن الله سنتكلم عن خطة حل المسألة إنشاء قائمة منظمة الجزء الثاني لدينا هنا فكرة الدرس أحل المسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة منظمة وهنا لدينا رابط الدرس الرقمي بإمكانكم الحصول على الدرس مباشرة من خلال هذا البركود لدينا أربعة خطوات لحل المسألة أول خطوة عندنا وهي ماذا؟ أفهم إذن في بداية حل كل مسألة لابد من فهم هذا السؤال جيدا معرفة ما هو المطلوب من هذا السؤال وكيفية إيجاده ثم الخطوة الثانية وهي ماذا؟ أخطط لحل المسألة إذن نستعمل الطريقة المناسبة لحل هذه المسألة ثم الخطوة الثالثة وهي أحل بعد الانتهاء من تخطيط حل هذه المسألة أبدأ خطوات حل المسألة التي أمامي ثم آخر خطوة وهي أحسنتم أتحقق من صحة إجابتي إذن هذه أربعة خطوات سوف نتبعها لحل المسائل الآن لدينا تدريب رقم سبعة استعمل أي من الخطط الآتية لحل المسائل من سبعة إلى ثلاثة عشر لدينا ثلاثة أنواع خطط حل المسألة خطوة الأولى وهي ماذا؟ إنشاء جدول التخمين والتحقق وإنشاء قائمة منظمة سوف نقرأ السؤال ثم نختار إحدى هذه الخطوات لدينا الحس العددي ضرب عدد كل أصغر من العشرة في العدد ثمانية عشر وجمع أربعة عشر وأربعة عشر إلى الناتج فكان الجواب عشرون فما هذا العدد؟ إذن لدينا الخطوة الأولى وهي أفهم ماذا نفهم في هذه المسألة؟ أحسنتم أن ضرب عدد كل أصغر من العشرة في العدد ثمانية عشر وجمع أربعة عشر وأربعة عشر إلى الناتج فكان الجواب عشرون طيب ما هو المطروف في هذا السؤال؟ أحسنتم صحيح فما هذا العدد؟ إذن يريد هذا العدد إذن المطروف فما هذا العدد؟ طيب الآن انتهينا من الخطوة الأولى وهي أفهم خطوة ثانية وهي أخطط ما هي الطريقة المناسبة لحل هذا السؤال؟ سوف نستعمل التخمين والتحقق لحل هذه المسألة إذن استعمال خطة التخمين والتحقق لدينا خطوة ثالثة وهي أحل إذن نخمن ما هذا العدد؟ يقول لدينا العدد أصغر من العشرة وهو عدد كلي إذن سوف نفترض أن هذا العدد هو سبعة نخمن أن العدد سبعة إذن نقول سبعة ضرب ثمانية عشر زائدا أربعة عشر وأربعة عشر إذن يا أبطال أخذنا في خطوات حل المسألة نبدأ الحل بداخل الأقواس إذن سبعة ضرب ثمانية عشر إذن نضرب ثمانية عشر ضرب سبعة سبعة ضرب ثمانية ها يا أبطال كم يساوي؟ أحسنتم يساوي ستة وخمسون إذن ستة وعادة تجميع الخمسة في منزلة الأحد هنا ثم نضرب سبعة ضرب صفر أحسنتم يساوي صفر إذن خمسة إذن أصبح لدينا خمسة طيب الآن الفاصلة العشرية بعد كم عدد؟ بعد عدد واحد إذن نضع الفاصلة العشرية هنا بعد عدد واحد وأصبح لدينا خمسة وستة أعشر إذن خمنا بإيجاد عملية الضرب وأصبح لدينا هنا خمسة وستة وعشر تبقى لدينا الجمع ماذا؟ أربعة عشر واربعة عشر نمسح هنا هنا أصبح خمسة وستة وعشر إذن في عملية الجمع أو طرح الكسر العشرية لابد أن نضع الفواصل العشرية فوق بعض في البداية ثم نكتب العددان إذن خمسة وستة وعشر زائد أربعة عشر واربعة عشر إذن الأربعة تحت الأحد وهنا واحد أربعة عشر واربعة عشر إذن نضعها في هذا الشكل الآن نبدأ عملية الجمع ستة زائد أربعة كم يساوي؟ عملية جمع الآن أحسنتم عشر إذن نضع صفر وإعادة تجميع الواحد في المنزلة التالية الآن نضع ماذا؟ الفاصل العشرية نقوم بإكتابة الفاصل العشرية مباشرة ثم نجمع واحد زائد خمسة يساوي ستة زائد أربعة يساوي عشر إذن صفر ونضع الواحد إعادة تجميع الواحد في منزلة العشرات واحد زائد واحد يساوي أحسنتم إذن أصبح لدينا الناتج كم؟ عشرون طيب الآن العدد الذي قمنا بافتراضه وهو السبعة إذن العدد الذي قمنا بافتراضه وهو السبعة عدد كل أصغر من العشرة وأصبح الناتج عشرون طيب الآن سوف نتحقق من صحة الإجابة إذن سوف أستعمل أو أرجع للمسألة وأحل عكسية إذن سوف أقوم بالحل عكسيا إذن نقول عشرون ناقصا أربعة عشر وأربعة عشر إذن عند الطرح ماذا نفعل؟ نضع الفاصلة العشرية فوق بعض ثم نكتب العشرون وعلى يمين هذا الفاصلة صفر وأربعة عشر وأربعة عشر إذن أربعة عشر وأربعة عشر وإشارة الطرح هنا العشرون عبارة عن ماذا؟ فاصلة العشرية في النهاية وبعدها إذن صفر نطرح صفر ناقصا أربعة هيا أبطال إذن سوف أطرح صفر ناقصا أربعة لا أستطيع أن أأخذ من الصفر أربعة عدد إذن سوف نفعل إعادة تجميع العدد من المنزلة التالية وهنا نلاحظ أن الأحد كذلك صفر إذن لابد من إعادة تجميع منزلة الأحد إذن نأخذ من منزلة العشرات واحد يتبقى هنا واحد ويصبح في منزلة الأحد عشرة الآن نستطيع أن نقوم بإعادة تجميع الأجزاء إذن نأخذ من منزلة الأحد واحد يصبح تسعة وهنا يصبح لدينا عشرة عشرة ناقصا أربعة إذن لدينا عشرة أعداد إذا قمنا بأخذ أربعة أعداد منها يصبح لدينا هذه أبطال عشرة إذا قمنا بأخذ منها أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة يصبح أحسنتم إذن يصبح لدينا ستة إذن هنا أصبح لدينا ستة ثم نضع الفاصل العشرية مباشرة وتسعة ناقصا أربعة تسعة إذا أخذنا منها أربعة أعداد يتبقى لدينا أحسنتم خمسة إذن خمسة وستة وعشار أصبح وهنا في منزلة الأحاد أو العشرات واحد ناقص واحد يتبقى صفر إذن أصبح الإجابة خمسة وستة وعشار نقوم بتقسيم خمسة وستة وعشار تقسيم ماذا؟ ثمانية وعشار إذن أصبح لدينا خمسة وستة وعشار نقوم بتقسيمها بثمانية وعشار طيب يا أبطال أخذنا سابقا كيفية قسمة الكسور العشرية إذن هنا عند الكسر العشري الآخر نلاحظ أن على يمين هذا العدد أو على يمين الفاصلة عدد واحد إذن سوف أضرب ثمانية عشر في ماذا؟ في عشرة حتى أتخلص من الفاصلة العشرية ويصبح لدينا ثمانية لأن الفاصلة العشرية تتحرك جهة اليمين منزلة واحدة إذن أصبح لدينا ثمانية إذن نضرب كذلك العدد الآخر خمسة وستة وعشار نضربها في عشرة في نفس العدد إذن تصبح لدينا ستة وخمسون إذن تحركت الفاصلة العشرية رقم واحد جهة اليمين إذن الآن سوف نقسم ستة وخمسون تقسيم ثمانية إذن أصبح لدينا ستة وخمسون تقسيم ثمانية ها يا أبطال ما هو الناتج؟ إذن نبحث عن العدد الذي نقوم بضربه في ثمانية ويصبح ستة وخمسون وهو العدد سبعة حسنتم إذن أصبحت الإجابة سبعة إذن فالجواب صحيح ننتقل إلى السؤال رقم تسعة كذلك استعمل من الخطط الآتية لحل المسائل لدينا ثلاث خطط سوف نستعمل إحدى هذه الخطط سؤال رقم تسعة حروف بكم طريقة يمكن ترتيب الحروف ألف با جيم دال على أن يكون الحرف الأول هو ألف دائما إذن ماذا نفهم في هذه المسألة؟ إذن أول خطة أفهم لدي مجموعة من الأحرف وهي ألف وبا وجيم ودال طيب ما هو المطلوب في هذا السؤال؟ أحسنتم ترتيب هذه الأحرف على أن يكون الحرف الأول هو ألف دائما إذن بكم طريقة يمكن ترتيب الحروف على أن يكون الحرف الأول ألف دائما طيب الآن انتهينا من الخطوة الأولى وهي أفهم ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي أحسنتم أخطط طيب ماذا نستعمل من الخطط لحل هذه المسألة؟ نستعمل ماذا؟ إنشاء قائمة من منظمة إذن سوف نقوم بإنشاء قائمة من منظمة لحل هذا السؤال إذن خطوة الثالثة وهي أحل سوف نقوم بإنشاء قائمة لدينا أربعة أحرف لابد في البداية أن يكون الحرف الأول ألف دائما إذن نقول ألف ثم با ثم جيم ثم دال نرتب مرة أخرى ونراعي أن الألف يكون في البداية ألف ثم نفس الحرف الثاني سوف يكون با ولكن سوف أقوم بتغيير الحرفين الثالث والرابع الجيم والدال يصبح دال ثم جيم أحسنتم كذلك ألف في البداية هل أستطيع أن أكرر الباء مرة أخرى من غير تكرار؟ لو قمنا بكتابة الباء هنا نلاحظ أنه سوف يتم تكرار هذه الأعمدة إذن سوف أقوم بتغيير الحرف الثاني يصبح جيم ثم با دال ثم كذلك خطوة الرابعة ألف في البداية ثم جيم نفس الحرف الثاني ولكن سوف أقوم بتغيير الحرفين الثالث والرابع يصبح دال ثم با وكذلك هنا في البداية ألف هل أستطيع أن أقوم بتكرار الجيم مرة ثالثة في الحرف الثاني؟ لا أستطيع إذن سوف أقوم بتغيير الحرف الثاني ويصبح دال ثم با جيم ثم الرابع هنا لدينا ألف كذلك ثم دال هل أغير الحرفين إذن يصبح جيم ثم با إذن الآن كم طريقة لدينا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة إذن لدينا ستة طرق لحل هذا السؤال سوف نتحقق لحل هذه المسألة ماذا نلاحظ يا أبطال؟ أن الحرف الألف كان دائما في البداية وكذلك هل يوجد تكرار؟ نبحث عن التكرار لا يوجد تكرار في حل هذه المسألة ونلاحظ أن كل حرف أتى في كل ترتيب مرتين البا أتى هنا مرتين وفي الثالثة أتى مرتين وفي الأخيرة هنا أتى مرتين ولكن في البداية الألف لا يتغير في كل ترتيب إذن نلاحظ أن الحرف الأول ألف دائما وكذلك لا يوجد تكرار إذن فالجواب صحيح الآن لدينا سؤال رقم 10 مكتبة الجدوى الأدنى يبين عدد الزيارات الشهرية التي يقوم بها بعض الطلاب الصف السادس لمكتبة المدرسة فما عدد الطلاب الذين زاروا المكتبة ست مرات أو أكثر في الشهر لدينا هنا عدد الزيارات الشهرية لمكتبة المدرسة إذن سوف أترك لكم بعض الوقت للإجابة على هذا السؤال ثم سوف نعود لحله سويا بإذن الله الآن سوف نستعمل خطوات حل المسألة لحل هذا السؤال إذن الخطوة الأولى وهي افهم ماذا نفهم في هذا السؤال أحسنتم أن جدول يبين عدد الزيارات الشهرية التي يقوم بها بعض طلاب الصف السادس لمكتبة المدرسة هذا هو المفهوم من هذا السؤال طيب ما هو المطلوب أحسنتم صحيح فما عدد الطلاب الذين زاروا المكتبة ست مرات أو أكثر في الشهر إذن سوف نبحث عن عدد الطلاب الذين زاروا المكتبة ست مرات أو أكثر خطوة الثانية وهي وخطط إذن سوف نستعمل إحدى هذه الخطط سوف نقوم باستعمال أحسنتم إنشاء جدول لكي يسهل لدينا حصر هذه عدد الزيارات إذن سوف نستعمل في الخطوة الثالثة وهي أحل سوف أستعمل لوحة الإشارات لمعرفة عدد الزيارات هنا نلاحظ أن عدد الزيارات من صفر إلى خمسة سوف نقوم بكتابته هنا وهنا لدينا من ستة إلى ثلاثة عشر سوف نقوم بكتابته هنا دعونا نبدأ العدد الأول خمسة إذن نضعه في السطر الأول خمسة العدد الثاني عشرة نضعه في الأسفل عشرة هنا هنا لدينا صفر إذن نضع صفر في الأعلى هنا لدينا واحد كذلك في الأعلى وهنا لدينا إحدى عشر إذن في الأسفل وهنا لدينا أربعة إذن في الأعلى وهنا لدينا إثنى عشر في الأسفل ثم لدينا أربعة إذن الخط الخامس كيف نضعه يا أبطال؟ أحسنتم بهذا الشكل إذن هنا أصبح لدينا خمسة ثم ثلاثة إذن هنا في الأعلى ثم ستة إذن في الأسفل ثم ثمانية إذن في الأسفل ولكن الخط الخامس أحسنتم بهذا الشكل ثم هنا لدينا خمسة ثم ثم ثمانية ثم تسعة ثم لدينا ستة ثم لدينا إثنان ثم لدينا ثلاثة عشر ثم لدينا إثنى في السطر الأول أو عدد السيارات من صفر إلى خمسة كم أصبح لدينا؟ هذه أبطال كم تمثل؟ هنا هذه تمثل خمسة ثم ستة سبعة ثمانية تسعة إذن هنا لدينا تسعة إذن نكتب هنا تسعة طيب في السطر الثاني كذلك نقوم بعد لدينا خمسة ثم ستة ثم سبعة ثم ثم ثمانية ثم تسعة إذن كذلك لدينا تسعة طيب الآن نريد ماذا؟ عدد السيارات من ستة إلى ثلاثة عشر إذن هنا يريد عدد زيارات ستة أو أكثر إذن كم تساوي؟ أحسنتم تسعة إذن عدد الطلاب الذين زاروا المكتبة ستة مرات أو أكثر هو تسع طلاب أتحقق من حل هذه المسألة نلاحظ أن مجموعة زيارات الصف السادس ثمانية عشر مرة في الشهر هنا نلاحظ أن لدينا تسعة وهنا لدينا كذلك تسعة إذن كذلك أصبح المجموعة ثمانية عشر إذن فالجواب صحيح لدينا هنا سؤال رقم 11 مقاعد الجدول المجاور يبين عدد المقاعد الموضوعة في صفوف إحدى قاعات المحاضرات كم مقعدا تتوقع أن يكون في الصف الخامس؟ هنا لدينا الصف الأول وعدد المقاعد اثنان الصف الثاني وعدد المقاعد ثلاثة في الصف الثالث لدينا خمسة مقاعد في الصف الرابع تمانية مقاعد في الصف الخامس إذن نريد أن نعرف كم عدد المقاعد في الصف الخامس إذن أول خطوة وهي أفهم ماذا نفهم في هذا السؤال؟ أحسنتم الجدول يبين عدد المقاعد الموضوعة في صفوف إحدى قاعات المحاضرات ما هو المطلوب؟ أحسنتم كم مقعدا أتوقع أن يكون في الصف الخامس الآن عرفنا في هذا السؤال وما هو المطلوب؟ إذن أخطط لحل هذه المسألة سوف أستعمل خطط التخمين والتحقق للبحث عن هذا النمط إذن سوف أستعمل هذا الخطوة لحل هذا السؤال لدينا هنا خطوة الرابعة وهي أحل باستعمال التخطيط أو التخمين والتحقق نلاحظ هنا إثنان أصبحت ثلاثة ماذا فعلنا يا أبطال؟ إثنان ثم أصبحت ثلاثة أحسنتم قمنا بإضافة واحد صحيح طيب ثلاثة ثم أصبحت خمسة هل قمنا بإضافة واحد؟ لا إذن أضفنا كم؟ أحسنتم إذن قمنا بإضافة اثنان ثلاثة إذا قمنا بإضافة عليها اثنان يصبح خمسة طيب ماذا نلاحظ أن النمط؟ هنا واحد ثم اثنان إذن قمنا بإضافة واحد ثم قمنا بإضافة اثنان إذن سوف يصبح أحسنتم إذن سوف يقوم بإضافة ثلاثة إذن النمط يقوم بالإزدياد إذن خمسة زائد ثلاثة سيصبح ثمانية صحيح إذن الآن ثمانية نضيف عليها كمية أبطال نمط كل مرة يقوم بالإزدياد واحد ثم زائد ثلاثة ثم زائد أربعة أحسنتم إذن ثمانية سوف نقوم بإضافة أربعة سيصبح ثمانية زائد أربعة يصبح أحسنتم إذن اثنى عشر إذا قمنا بإضافة ثمانية على أربعة يصبح اثنى عشر إذن أصبح الجواب هنا اثنى عشر إذن عدد الصف الخامس أصبح لديه اثنى عشر مقعد طيب التحقق لحل هذه المسألة أرجع للمسألة وأحل عكسيا إذن لو لاحظنا هنا في خطوات الحل ثمانية أو اثنى عشر ناقصا أربعة يصبح ثمانية صحيح ثمانية ناقصا ثلاثة سيصبح خمسة صحيح وكذلك خمسة ناقصا اثنان سيصبح ثلاثة ثم هنا ناقصا واحد ثلاثة ناقصا واحد يساوي اثنان إذن ماذا نلاحظ أن الجواب صحيح طيب هنا نكون بحمد الله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ونراكم بإذن الله في دروس قادمة في مادة الرياضيات ترجمة نانسي قنقر